ممنوعون من العودة يسكنون الخيام والكارفانات في أحسن الأحوال منذ سنوات وعندما تبدأ التحركات للعمل على إعادتهم إلى مناطقهم تبدأ أحجار العثرات بالظهور في طريق إعادتهم أما واضعها فلا هم يميطون إذاهم عن الطريق ولا هم ممن يبحث في تضافر الجهود لإنقاذ أهله من قعر النزوح النازح اللي بالمخيم محتاج أنه يرجع المكانة يرجع يعني يعيش حياة كريمة مو مطلوق بنص خيمة كم سنة صارهم قاعدين بالمخيمات ويعانوا الأمرين يعني موتون يومية وموت بطي يعني مختلف الاحتياجات عندهم أي شيء أي شيء من المتوفر بقية الناس ما عندهم من جانبه أبدى النازحون استياءهم جراء استغلالهم انتخابيا واستخدامهم كورقة انتخابية مطالبين الجهات المعنية بعدم الترويج للدعايات الانتخابية داخل مخيمات الأسر النازحة بغية عدم استغلال ملف النزوح لأغراض انتخابية على حساب احتياجات الأسر النازحة في المخيمات اليوم احنا نشوف النازحين في محافظة الأنبار عامة الكثير من الساد المسؤولين بدأوا يستغلون في ورقة الانتخابات ورقة انتخابية اليوم النازحين الكثير منهم يعانون يقولي احنا من ريمي اليوم وعندuş الساد المسؤولين قربت الانتخابات وقام يجي إلينا وآني 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 احنا نريد الشخص الذي ننتخبه يكون قد المسؤولية ويعودنا إلى بيوتنا نحنا من ريمي اليوم بس كلام ويشدد مختصون على أن ملف النازحين يحتاج إلى تركيز أكثر لما له من ثقل في العملية الانتخابية لأن مخرجات النازحين ستكون مهمة وأصواتهم ليست محسومة لطرف ما لقناة الفلوجة إدريس يحيى